تعلمنا أن الفولت هو القوة الدافعة التي تشبر الكترونات على الحركة لأداء عملها إذن فما هو الأمبير؟ لندخل في التفاصيل إذا كان لدينا سلك يمر فيه تيار كهربائي فهذا يعني أن هناك تضفق للكترونات عبر هذا السلك فيكون الأمبير هو مقدار الشحن الكهربائي التي تمر عبر نقطة معينة خلال ثانية واحدة ويرمز له بأي أي أن الواحد أمبير يساوي واحد كولون على الثانية والكولون هو مجموعة شحنات 6.24 مضروب بعشرة قوة 18 الكترون وهذا عدد مهول من الالكترونات فالأمبير بمعنى آخر هو مجموعة شحنات كل هذه الالكترونات عندما تمر من نقطة معينة في ثانية واحدة تقاص شدة التيار بالأمبير ويرمز لها بالرمز آي وكلما أردنا تيار أكبر سنحتاج لأن يكون السلك أثخن ليسمح لعدد أكبر من الشحنات بالمرور فلو أحضرنا خرطوم ماء ستكون قوة الدفع التي تدفع الماء هي الفولتية والماء هو التيار الكهربائي وإذا أردنا أن تمر كمية ماء أكبر عبر الخرطوم سنحتاج لزيادة قطر الخرطوم وإلا سينفجر وهذا مبدأ عمل الفيوز الموجود في الدارات الكهربائية لحماية باقي إجزاء الدارة من التلف ففي حال تجاوزت شدة التيار الحد الذي يتحمله الفيوز سيؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة السلك الداخلي ما ينصهر ليقطع الدارة ويوقف مرور التيار الكهربائي سمي الأمبير بهذا الاسم تكريما للفيزياء الفرنسي أنري ماري أمبير والقياس شدة التيار لحمل معين يجب أن يوصل من قياس على التسلسل مع هذا الحمل ويجب أن تكون الدارة مغلقة أي في حالة عمل كل جهاز كهربائي مكتوب عليه كم أمبير يحتاج هذا الجهاز لكي يعمل بشكل جيد تقدر في الدارة ضربة البرق من 5000 إلى 20 ألف أمبير هذا كل شيء أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك ليصلكون كل جديد